أطلق مجلس محافظة ذيقار مبادرة لحل أزمة مذكرات اعتقال الناشطين وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها التظاهرات أعضاء في المجلس أطلقوا بحضور النائبين على الركاب وغزوان الغزي مبادرة لحل أزمة مذكرات اعتقال الناشطين وتنص المبادرة على تحويل الدعوى بحق المتظاهرين من الإرهاب إلى مراكز الشرطة وأن يتم تسليم المطلوبين من المتظاهرين إلى مراكز الشرطة ليتم اتخاذ الإجراءة القانونية بحقهما كما تتضمن المبادرة أيضا تصفية قضايا المحتجزين حاليا وإطلاق سراحي من تقبل دعوته الكفالة وأن تبقى قضايا الحق الشخصي تحت نظر القضاء للحكم فيها وأضفوا أن الكرة الآن أصبحت في ملعب المحافظ وقيادة الشرطة لعبور الأزمة وعودة الهدوء والاستقرار إلى المدينة ترجمة نانسي قنقر